شكرا للزميل محمد سعيد اعتقد ان هو دايما بيقدم لنا تقرير وافي عن بحثة النادي الاهلي في بتسوانا عايز اقول لكم ان باتريس كالتيرون هيبدأ المباراة بنفس تشكيل المباراة السابقة باستثناء طبعا عارفين النجم احمد فتحي اللي الاصابة منعته في المشاركة او من المشاركة في هذه المباراة هيدخل النادي الاهلي بتشكيل مكون من محمد الشناو ومحمد هاني وسعد سمير وكوليبالي وعلي معلول وحسام عشور وعمر السلية اتنين ارتكازين اشوف ميلا يلعب في مركز صنع الالعاب وامامهم المهاجم الدولي المغربي وهداف النادي الاهلي وليد ازارو تشكيلة اعتقد ان هي مناسبة جدا اعتقد ان باتريس كالتيرون بيلعب في المضمون وفي الصح تماما اقول لكم التشكيل مرة تانية محمد الشناو في حراس المرمى قدامكم زي ما حضرتكم شايفين محمد هاني وسعد سمير وسليف كوليبالي وعلي معلول وحسام عشور وعمر السلية اتنين ديفندرات وقدامهم ثلاثة وليد سلمان وجونيور اجاية ومؤمن زكريا ووليد ازار اقول لكم بعد قليل بودلاء النادي الاهلي لكن محمد سعيد قال ان باتريس كالتيرون بلغ اللعبة بتشكيلة المباراة وده اعتقد ان هي ظاهرة صحية جدا 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 ان انت تبقى نايم وعارف هتعمل ايه بكرة احسن من انت تبقى نايم وعمل تفكر ان هلعب ولا مش هلعب ومش عارف مين هلعب جنبي اعتقد ان هي احسن حاجة في الكرة الحديثة انت تبلغ اللعبة بالتشكيل للمباراة القادمة قبلها بيوم زي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة جدا يعني انا قلت لكم قبل كده ان احنا يوم المباراة بنبقاعدين زي ما نكون لعب مباراة بالزبط كله هنا في القناة مركز ما بتسمحش صوت ابرة كله عارف ان في مباراة مهمة يعني عايشين مباراة زيكم بالزبط وانا عارف ان تؤديه برضو القليل من زي المباراة لكن دايما الاهلي دايما ان شاء الله عند حصن ظن الجميع ثلاث نقاط ان شاء الله ان شاء الله رجالتنا يجيبوها النهاردة ويجيبوها باقناع زي المباراة اللي فاتت تعالوا اقول لكم اخبار بسرعة قبل ما يدخل في جو هذا اللقاء محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة بيقول ان انبارات تاون شيء مهمة وحاسمة للتأهل لدور السمانية